المواد الهلامية خوش انت اذا ضخيت الى مواد هلامية ورجعتها مثل ما ترجع طبيعي يا اخبي يا مولاتي الكسر بجسم الانسان مو ينكسر كيف يرجع الفقر عظم لهم وعظم اذا هذا العلاج بيكون كتير بسيط جدا بعيدا عن التدخل الجراحي ممكن مع الدكتور اشيباني كيف يمكن ايضا علاج كافة الام الظهر والعمود الفقر بالاعشب ايضا دكتور اشيباني عدنا المتمم الغذائي اللي يفوق كل التوقع احفظك من كل سوء ابو علي انا اعاني من مرض التهاب الفقر المقصط او الرواتيزم التيبسي سبب لي تيبس في العمود الفقري مع التصاق الفقرات ببعضها والتهاب في الاوتار ممكن تعطيني العلاج تاخذ النفط الاسود مع الحنضل يغلى مع الحنضل وتتهن كل جسمك تاخذ كيلو ابربع ابربع حنضل ابربع لتر نفط تضيف عليها زيت زيتون وزيت لوز مر وتتهن بي كل جسمك زائدا تاخذ الحلبة وزيت السمسم حلبة وسمسم اخذ حلبة سمسم وكمون تغليهم وتشربهم يوميا عريق مع ورد انسان الثور لمدة 3 شهر ما تحتاج الله يشهد طبيب السلام عليكم دكتور انا اعاني من مرض التهاب الفقار اللاصق ايروماتيزم العمود الفقري وسبب لي تيبس حاد بالفقرات والتهاب مزمن في المفاصل مع ألم شديد في نهاية الظهر ارجوك بحق شهيد هذا الشهر العظيم اعطني حال بسيطة تاخذ الحلبة وحنضل تغليهم غلي وتتهن جسمك لمدة 60 يوم يومية بهذا الدهن وتغسل الصباح وترقى الابد وشوف الطيب غصبا على يلو لا الله يحفظك أيها المنادي بحق محمد وآله محمد دكتور ما هي الصور والآيات التي تقرأ على زيت اللوز المر لعلاج أروماتيز صورة ياسين صورة الجن والمعوذتين وآية الكرسي بس آية الكرسي 313 مرة